ما نبدأ ونعرفو الالتزام نتمنى تركزو معايا جيبو ورقة ستيلو ودونو خير تكتبو بعض نقاط نعرفو الالتزام القانوني وشي هو الالتزام القانوني هو رابطة قانونية تربط بين شخصين او اكتر احدهما طرف ايجابي ويسمى بالدائن وهو الطرف الذي يقوم بانشاء الالتزام وتقع على عاتقه الشخصي يعني وش معناها انت بينك وبين انسان واحد اخر علاقة قانونية تكون بناتكم علاقة قانونية طرف ايجابي دائن انت طرف الايجابي دائن لي حتقوم بشيء انت اللي تقدم الخدمة وتولي تسال انت تولي تسال دائن بتقديم خدمة يسال الطرف تاني السلام عليكم صراحة كل تكونوا بخير وعلى خير يا ربي انتم ما تشوفوا هذا الفيديو والفيديو تعليم وخصصة للطلبة سنة تانية حقوق في مقياس القانون المدني وهو مقياس مهم جدا ان سنتطرق في الدرس الاول الى مفهوم نظرية الالتزام اللي هي مهمة جدا خاصها اساركان وانواع الالتزام القانوني قبل ما نبدأ وما تنسوش تضخطو لي على زر الاشتراك وتحطو لي لايك وتبرتاجيه مع صحابكم واتركوا تعليق وش مفهمتوش وش اني هنا انساعدكم في السنة والحقوق العامل فات في مقياس مدخل الى العلوم القانونية في نظرية الحق اتعرفنا على الحق الشخصي وعرفناه وقلنا بلي انه مجموعة من الالتزامات التي تقعوا على عاتق الشخص في محل الالتزام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل والالتزام بتسليم شيء ومن هنا احنا كنا ثلاثة التزامات ضرورية موجودة هنا وش حنعرفو احنا في نظرية الالتزام حنفهموها حنعرفو مضمون الالتزام خاصة الالتزام انواع الالتزام مثال الطرف الثاني هداك ولا اكثر من طرف يسمى الطرف السلبي الطرف انتما لسالوه يسمى الطرف السلبي وهو المدين الطرف السلبي ويسمى بالمدين وهو الذي يقع عليه عبء الالتزام في محل الالتزام بعمل او الامتناع عن عمل او تسليم الشيء لهنع المدين وهو اللي حيق عليه العبء او موسيل مثلا في المدى 54 من قانون المدني تحكي على العقود احنا راح نشوفه مثلا هنا مش كما نشوفه علاقة بين صغر السوارد لا قادرة تكون خدمة الامتناع عن عمل تسليم الشيء عقد البيع يخي سلعة بناده في الما 351 من قانون المدني عقد بين البائع والمشتري حيث يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع البائع هذا يمدلك السلعة ولا اما المشتري يلتزم بيدفع الثمن الشيء المشتري يخلص راح يمدلو يشيري السلعة ويدفع الثمن هنا شكون دائر شكون مادين ما نقدروش احنا احنا متعادل لك الجغلة في زوز اه جدي جدي يعني متعادلين البائع قدم السلعة والمشتري اه دفع الثمن سمال هنا متعادل عدنا في المادة 54 اللي هي تحكي على العقد العقد هو علاقة قانونية اه بين الدائن والمدين هذه العلاقة نسميوها رابطة قانونية التزام قانوني بها ما تدخلتوش بين دائن والمدينة الدائن هو لي مد الخدمة يخرج من عنده اه المدين هو لي ينسلوها اصوار ليقع عليه العبء ان شاء الله تكون مفهمتو دلوك نروحو خصائص الخصائص الخصائص الالتزام يتمتع الالتزام بعدة خصائص اولها تقدر تجيب دهم تعريف الخطان اولها رابطة قانونية معنى علاقة قانونية بين الطرفين بين الطرف الاشابي والطرف السلبي دائن والمدين ويقصد بذلك انها خاصية ينظمها القانون ويحميها بكل الطرق وهو حق معدرف به قانونا للاشخاص كما تتولى الدولة مهمة حمايته بكل الطرق حيث ينبغي على كل ملتزم تنفيذ التزاماته القانونية وش معناها الدولة اللي هنا ريح تحميك مثلا واحد حاب يتعادى على حقك ولا هاد المدين محبش يخلصك يتوح ترفع عليه دعوة الدولة ريح تجيب لك الحق تيعك كل ما ينفدش هو المدين الالتزامات القانونية هاده رح يوقع في جزاء مدني رح يوقع في جزاء مدني هنا تولي عقوبة حيث تولي بسي فعلي أبرزوها تنفيذ الجبري رح تولي بلا مزيتو ينفد طلبات هي مطالبة المدينة بتنفيذ التزاماته وجبره على القيام بها بواسطة هو عمومية محتر قدائي بحكم المادة 123 من القانون المدني حتولي بسي فعلي ينفد هاد الالتزامات القانونية وإلى وقع في خلاف البطلان مش معناها البطلان هو جزاء مترتب نتيجة المسئولية العقدية المتعلقة بالعقود وهي إلغاء العمل به وإعادة المتعاقدين لحالتهم السابقة ويتم بطبيعة الحال وجود خاللة في شروط العقد ومن بينهم في رقن الطراضي ويسمى البطلان المطلق المهم هذا الدرس واحده طال العقود ليه ما معناها برك البطلان البطلان شفتي مثلا ميدالة جوير سينيا كونترا مع فريق تفهموا بيجي كل يوم ينطريني يدرب هو خالف ما يجيش وهنا راهوا خالف القوانين وهنا راح يبطل العقدة بتاع الطراضي ويرجعوا من الأول وجديد خلاه لحالتهم العادية هذا ما معناه البطلان ومن ندخل نتعمقوش ياسر في حكاية البطلان المسبي والمطلق المهم رايحين يجيوا في درس العقود ونشوفوهم كامل رايحين الثالث وهو التعويد التعويد هو هو جزاء مدني يتمثل في تعويد المتضرر بقدر الضرر الواقع عليه يكون نتيجة مسئولية تقصيرية بحكم المادة 24 من القانون المدني وش معناه؟ وش معناه التعويد المتضرر وش معناه وش معناه وش معناه وش معناه قادية وش معناه وش معناه وش معناه يقصد بأن الالتزام تربط بين شخصين أو أكثر فلا لازم بين أشخاص أو أكثر أه هنا لازم يكونوا في زوص طرفين قانونيين هما الدائن وهو الطرف الإيجابي للالتزام الذي يقوم بإنشاء الالتزام وتقع عليه العنصر المسئولية وعن الدفاع عن حقه الشخصي هنا الطرف أو الإيجابي لهنا هو الدائن مثال مثال المقاول المقاول هو مثلا تقول له يبني لك منزل ولا ما حاسه يبني لك انت هنا الدائن ألزمت المقاول باه يبني لك المنزل انت طرف إيجابي لهو المدين وهو سلبي يقع عليه على عاتقه عنصر المسئولية المدينة هذا هو الطرف السلبي الملزم بتنفيذ الالتزام وهي يبني الضاء تقع عليه عبء المسئولية هنا لازم تكون رابطة تبادلية بناتهم التزام هو يبني المنزل وانت تخلصه هو الطرف المدين وانت الطرف الدائن وفي زود تكونوا مستفيدين روحوا الخاصية الخاصية تالتة وهي خاصية خاصية رابطة مالية نقصد بها ان الالتزام يقع على شيء مالية معين كما انه قابل التقويم بواسطة النقود حيث ان الدافع والمنفذ للالتزام هي المال والنقود مثال ما معناه عقد بين البائع والمشتري انت تذهب للحانوت تشري مدرما بليش تشري حاجة انت ملزم بدفع الثمن به البائع يعطيك الحاجة هذيك انت ملزم بمنحه المبلغ المطلوب وهو يعطيك السلع مثال الاخر يقوم على النقود يقوم على النقود مثال الاخر مثلا المؤجر ليكري الديار به رايح يجه مستأجر هو اللي به يكري عنده ما يعطيه لوش هذك الشيء المعين مثلا الدار ولا يعطيه لوش الدار ولا رحتان يدفع له المبلغ المطلوب هذه المهم الرابطة المالية تقوم على النقود الروح والعنصر أخر والى هي عناصر الالت عناصر الالتزام وإ عناصر المديونية وعناصر المسؤولية ما معنى عنصر المديونية هو العنصر الذي يقع على عاطق المدين المدين مديونية المدين يقع عليه لازم يخلص شيء هذا لهو الالتزام بما اتفق عليه من مضمون الالتزام إما القيام بعمل أو امتنى عن عمل أو تسليم شيء لهنا يقوم بهذا الشيء لأنه في عنصر مديونية وهو عنصر الأهم في الالتزام وعدم الاقتران به يسبب لصاحبه مسؤولية مدنية أو تحت طائرة التنفيذ الجبري والدفع بعدم التنفيذ يعني كون هو قزول كما قلناها قبل تقول لي يسكي مثلا تعد تنفيذ جبري وبليجي عليه بلمزيته أنه ينفذ هذا الالتزام راح بما يتفقوا عليه ولا مثل كما قلنا المقاول تنفذ لازم يبنينه ودار ويخلصوا هذا هو مسمعناها عنصر المديونية لطاقة عليه الخدمة لازم يلتزم بها يقوم بها دورك نروحوا العنصر المسؤولية العنصر المسؤولية هو العنصر الذي يقع على الدائن هو العنصر أو العب الذي يقع على الدائن وهو الشخص الذي يقوم بالالتزام وعنصر المسؤولية هو حق حماية حقه الشخصي وحقه على المهدين بتنفيذ الالتزام عليها دورك نحن طرف الالتزام هو تقع على الطرف الإيجابي نحن نحكيه على الطرف الإيجابي نعطيك مثال به تفهمهم عنصر المسؤولية دورك مثلا كما قلنا المقاول بقيله وانت مديتي الواحد يخدم لك منزل دورك انتم ما تفهمتو زي وبعد هو انت ملتزمتيش بكلمة مثلا عطيت له كلمة ونصف صوارد مثلا وبعده كما خلصتيش هو يروح يقدر يرفع عليك قادية بانك ما استلمش الصوارد كل ودورك العدالة حق تيغو تلي تنفيذ الالتزام عليك انتا هنا لازم يكون بين طرفين عنصر المديونية وعنصر المسؤولية ليقوم الالتزام هنا هذا هو هو يكون تبادل بيناتهم هذا هو عنصر المسؤولية كما نحن نشوفه انواع الالتزام قسم الفقه المدني انواع الالتزام حسب طبيعته ومن اهم التقسيمات نجد هنا قسم قانون الى زوز من حيث العمل ومن حيث طبيعة الالتزام الروح من حيث طبيعة العمل قسمهم هذا المعيار يعتمد على تقسيم الالتزام حسب ما تم الاتفاق عليه من طرف الافراد من عمل وهو الالتزام بقيام بعمل الالتزام بقيام بالعمل هو وجوب وضرورة الملتزم بالقيام بعمل بحكم الاتفاق المبرم بينهما وبين الملزم مثال هنا كما قلنا المدينة يصدد ديون تيعوه للدائن ثانيا او الالتزام على الامتناع عن عمل هنا ما تقومش بالعمل الالتزام هذا ما تديروش هو التزام احد الملتزمين بعدم القيام بعمل حسب ما اتفق عليه بين الملزمين لا اهنا واش معناه الالتزام بعدم الامتناع عن عمل معناه هنا مثلا نقول لكم ما ديروش عمل مثلا انت في الخدمة عطاوك اصررت على الخدمة وقالوا لكم ما تهترهاش عدم بفشاء الاسرار وانت روحتي اهترتها خالفتي لهنا وهو ما منعوك باللي ما الالتزام هدك ملع الالتزام هدك باللي ما يتهداش لهنا راح نشوفو الالتزام بتسليم الشيء ثالث حاجة هو التزام احد اطرف الالتزام بتسليم الشيء المتفق عليه كعقد البيع كما دي ما نشوفو عقد البيع بين البائع والمشتري دي ما يخي حتى انت تدفع الضمن والبائع يعطيك السلعة هذا وش معناها اه يسلم لك شيء المبيع لهنا في انواع الالتزام هذا من حيط طبيعة من حيط العمل فقط توقع روح نشوفو حسب طبيعة الالتزام من حيط طبيعة الالتزام حنشوفو يرتكز هذا المعيار على عناصر الالتزام من حيط المديونية والمسئولية وينقسم الى الالتزام طبيعي وهو الالتزام الذي يكون فيه عنصر المديونية يكون فيه عنصر المديونية فقط هذا العنصر الطبيعي وهو التزام ملزم لطرف واحد فقط حيط يكون فيه شخص ملزم بتنفيذ الالتزام لهنا وش معناها في الالتزام طبيعي الالتزام طبيعي منها طرف واحد فقط انت وحدك تروح تقوم بهذاك العمل ملزم به تروح تنفذ هذاك العمل مثل كما نشوفو احنا في عقد الواديعة انت تروح المودع تسلم شيء لشخص لمدة فترة تقوله وحافظ علىها شيء منقول اذا تقوم بمقتده سوار دون المباليش ومبعد بعد مدة تقوله رجح لي عينا لهنا الالتزام هيكون من طرف واحد فقط من جاه واحد فقط هذا وش معناها التزام طبيعي يقوم على طرف واحد فقط درك الروح هو الالتزام المدني الالتزام المدني وش هو الالتزام مدني وهو الالتزام الذي يكون فيه عنصر المديونية والمسئولية فقط مش كما عنصر الالتزام الطبيعي كان فيه عنصر المسئولية فقط عكس طبيعي لانا في الالتزام المدني يوجد المديونية والمسئولية مع بعضها حيث كل طرف ملزم على تنفيذ التزاماته تجاه الاخر مع كل واحد عنده حاجة خاصة واحد مسئول والاخر مديون وفي حال عدم تنفيذ يقع الخلاف وعندهم الحق في دفع الدفاع الشخصي واللي يروحوا للقضاء اللي يلجئوا للتعويض هذا وش معناها الالتزام مدني يكون بين طرفين مسئولية والمدنية ويقوموا بالالتزام في زوز وكيوقع خلاف ما تفهمونس ولا يروحوا للقضاء اللي يجئوا للقضاء للحفاظ على ونحفظ عليهم لحمايتهم وتعويض عن الضرر اللي تسبب له فيه ادايا الالتزام المدني دركوا الروحوا من حيث الارادة الثالثة اللي هي من حيث الارادة ينظر هذا المعيار الى ارادة او عدم ارادة الشخص في نشوء الالتزام كنزوس ارادى وغير ارادى ويقسمه الى نوعين هما علتزام عرادي وانتزام غير ارادى كما جبت لكم الارادى yapmışه ؟ و62 كلام Ili ينشأ الانت Industrial في انشاء الالتزام والتصرف القانوني ويتقيد معنصر الارادة هذا معناها انت ارادة بارادتك انت بارادتك روحتي احبيتي دير عاقد قانوني انت اراد يعديه تصرف قانوني انت رادي يعدي بارادتك انت روحتي درتيه أو يكون بإرادة تانية تكون إرادة تانية يكون بين طرفين زوز على إبرام التصرف القانوني كالعقد بينك و بين واحد أخر بس تكون بإرادتك أنت اللي رايح تقوم بالتصرف القانوني هذا وتوقع ولا تكون بإرادتك الهنا والالتزام عكس للالتزام الغير إرادي هو الالتزام الذي يرتبه القانون الهنا الغير إرادي هو يرتب القانون ولا يكل الشخص اي ارادي مع ابرامي هي ويكون ناشئا اما عن فعل دار لك التعويض عن الدار في المدى 124 هنا اه كفاه معناها انت مش باراتك حابة توقع على ذاك شيء تعويض ولا القانون جابرك بهديره ولهنا القانون جابرك انت توقع هذا العقد وتقوم بتعويض للطرف الاخر مثلا مثل حادث سيارة انت ما كنتش متعمد واجبارك القانون على القيم بالتعويض للطرف الاخر لهنا ما تكونش باراتك انت لتعويض تكون باراتة القانون وهنا نكون اكملنا الدرس وهذه هي انواع الالتزام ولازم تركسوا على درس هذا الالتزام راه مهم جدا ان شاء الله تكونوا استفادتوا دونتوا بعد المراحضات سلام نلتقي في فيديو اخر